حكومة المأمورية الثانية في مالي تخرج للعلن بعد أيام على تنصيب إبراهيم بو بكر كيتا رئيسا لخمس سنوات قادمة واستستمرار رفض الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية من طرف زعيم المعارضة سوميلا سيسي وقد ضمت الحكومة الجديدة 32 عضوا بدل 36 التي ضمتها آخر حكومات المأمورية الأولى ووصل عدد النساء فيها 11 امرأة وعرفت حكومة السوميل بوباي ميغا حضورا كبيرا للأغلبية الرئاسية إضافة إلى بعض الناشطين بمنظمات المجتمع المدنية كما حضر فيها مقربون من بعض المجموعات المسلحة ويعتبر المتابعون للشأن السياسي المالي أن خروج تياما أبيرت كوليبالي المقرب من الرئيس كيتا والذي كان يشغل منصب وزير للشؤون الخارجية وظل حاضرا في الحكومة منذ 6 سنوات أبرز المفاجآت خروج كوليبالي الموجود بالحكومات المتعاقبة منذ الفترة الانتقالية عام 2012 لا يقل مفاجأة عن تولي كاميسا كاميرا ذات الخمسة والثلاثين عاما حقبة الشؤون الخارجية بعد أن كانت تشغل منصب مستشارة ديبلوماسية لكيتاه وقد قرأ البعض في دخول كاميسا كاميرا التي تحمل الجنسيتين المالية والفرنسية الحكومة وهي القادمة من عالم الجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني إشراكا للشباب كما أن حكومة سوميلو تسعى للاستفادة من علاقاتها الخارجية خصوصا لدى الولايات المتحدة الأمريكية حيث كانت تنشط بشكل كبير وبالإضافة إلى ذلك فقد تولى حقيبة وزارة الدفاع المهندس تيامو كوسانغاري وتولى وزير الدفاع السابق تيانا كوليبالي وزارة العدل فيما حفظ وزراء الاتصال والثقافة والإدارة الترابية والأمن على حقائبهم ودخل الحكومة الجديدة مقرب من الوزير الأول وهو لاسين بواري حيث تولى حقيبة التضامن الوطني والسلم والمصالحة وكلفت سافيا بولي بحقيبة الإصلاح الإداري مكلفة بالشفافية في الحياة العامة ومحاربة الفساد